كلمات لها أكثر من معنى في اللغة الإنجليزية بنتكلم في هذا الفيديو عن كلمات لها أكثر من معنى في اللغة الإنجليزية وأيضا كيف أعرف أي من معاني الكلمة هو المقصود في الجملة يلا نبدأ كلمة book وتعني كتاب مثل I have a book أنا لدي كتاب وتأتي بمعنى يحجز مثل يحجز غرفة أو طاولة مثل I'd like to book a room for three people كلمة write وتأتي بمعنى صحيح That's right هذا صحيح وأيضا تأتي بمعنى يمين مثل Turn right إنعطف لليمين كلمة fan وتأتي بمعنى مروحة مثل Turn off the fan أطفئ المروحة وتأتي أيضا بمعنى مشجع أو معجب أو عاشق مثل I'm a big fan of coffee وأخيرا كلمة watch وتأتي بمعنى ساعة مثل I have a watch أنا لدي ساعة وتأتي أيضا بمعنى يشاهد I watch TV أنا أشاهد التلفاز والسؤال الأهم الآن كيف أعرف المعنى المقصود في الجملة الجواب من خلال الصياق مثلا كلمة watch بمعنى يشاهد وبمعنى ساعة لو قرأت جملة I have a watch فلا يمكن أن أترجم هنا كلمة watch بمعنى يشاهد لأن الجملة هنا أنا لدي أنا لدي ساعة فلا يمكن أن أقول أنا لدي يشاهد أتمنى وصعد الفكرة شكرا على المتابعة ونراكم على خير